نستكمل عزيزي الطالب درس التلوث الهوائي الآثار البشرية للتلوث الهوائي النقطة الأولى زيادة الأمراض لسكان المدن والمناطق الخريبة من التجمعات الصناعية النقطة الثانية زيادة الوفيات التي ترتبط بزيادة الأمراض بسبب التلوث الهوائي كأمراض الجهاز التنفسي أيضا النقطة الثالثة انخفاض الانتاجية الزراعية بسبب تركز أحد الغازات في الغلاف الجوي مما يقلل انتاجية التربة أيضا سؤال متكرر في الامتحانات سواء اكتب المصطلح العلمي أو أكمل أو عرف لهي عرف ظاهرة لاجئ البيئة ما هي ظاهرة لاجئ البيئة هي تحدث بسبب انخفاض انتاجية المحاصيل الزراعية وتؤثر مكونات التربة بسبب زيادة تركيز أحد الغازات في الغلاف الجوي أيضا عزيزي الطالب من ضمن الأسئلة التي جاءت في تلك النقطة أيضا يترتب على التلوث الهوائي مجموعة من الآثار البشرية ليس من بينها احنا عرفنا في الدرس اليوم الآثار البشرية للتلوث الهوائي وهي زيادة الأمراض ارتفاع معدلات الوفيات ظهور لاجئ البيئة بسبب انخفاض انتاجية الأرض ليس من بينها التكلفة الباهظة للأضرار البيئية ليس من بينها التكلفة الباهظة للأضرار البيئية دي تعتبر نتيجة اقتصادية أيضا ضمن الأسئلة التي جاءت في الآثار البشرية للتلوث الهوائي عدد النتائج المترتبة على كل مما يلي زيادة التلوث الهوائي على سكان المدن والمناطق القريبة منها نفس الإجابات مش هتختلف لو قالك عدد الآثار البشرية للتلوث الهوائي صيغة السؤال وشكله اختلف لكن الإجابة واحدة اللي هي تكتب له زيادة الأمراض وزيادة الوفيات وظهور لاجئ البيئة ننتقل عزيزي الطالب إلى نقطة أخرى في الدرس عن الآثار الاقتصادية للتلوث الهوائي بيجي سؤال في الامتحان يقول لك اذكر الآثار الاقتصادية للتلوث الهوائي أو بشكل آخر يقول لك دلل على صحة العبارات التالية للتلوث الهوائي العديد من الآثار الاقتصادية السلبية الإجابة الأولى معالجة هذا الهواء باهزة التكاليف وصعبة للغاية أيضا الإضرار بالموارد المائية والأسماك حيث تتكبد أمريكا حوالي 3 مليار دولار سنويا جراء ذلك أيضا الإضرار بالمحاصيل والغابات والصحة فتقدر التكاليف في الولايات المتحدة الأمريكية فقط بقيمة 10 مليارات دولار لعلاج ذلك نقل عزيز الطالب إلى نقطة أخيرة في الدرس عن كيف نعالج تلك الآثار البشرية والآثار الاقتصادية وما هي مقترحاتك لمعالجة التلوث الهوائي النقطة الأولى لا بد من استخدام مصادر طاقة جديدة أو متجددة تسمى بالطاقة البديلة أيضا التوسع في زراعة الأشجار حول جوانب الطرق والمدن لتنقية الهواء وتقليل سرعة الرياح المحملة بالأتربة أيضا فحص المركبات من ضمن مقترحات علاج التلوث الهوائي وتدوير النفايات واستخدام وقود قليل التلوث وتخطيط المواصلات ووضع أجهزة لعوادم السيارات والمركبات لتنقية الهواء وأيضا الفحص الدوري لعوادم المركبات